محمد البوكيلي واتشي ليس بخفي على أحد اليوم هناك مصالح دولية هناك نزاعات جو سياسية المغرب بفعل قوته الناعمة والهادئة يتموقع في أسواق جديدة في إفريقيا يطور من علاقاته الدولية يعني مع كل الأقطاب كما نقول لا يدير البيض في سلة واحدة علاقة طيبة وجيدة مع الولايات الأمريكية المتحدة مع بريطانيا قوة كبيرة جدا في الاتحاد الأوروبي التي خرجت منه مع ألمانيا ومع إسبانيا ومع الدول الإفريقية يعني الصاعدة هناك عمل جاد هناك عمل دائم والتزامات للمغرب التي تكون بعد زيارات جلت الملك تنفذ والأفريقاء يعني تقتهم في مملكة المغربية تزداد في تعاون مملكة المغربية تزداد المغرب اليوم يقدم يعني خدمات جليلة للدول الإفريقية في إطار خدمة رابح رابح أو في إطار مبدأ رابح رابح جلت الملك دائما يقدم مساعدة مهمة جدا في المجال الفلاحي في مجال الفصفات في مجال تأهيل البنية التحتية لعدد من الدول الإفريقية التي عانت طويلا من استعمار الفرنسي ولم تحضى بما تحضى به اليوم من طرف المغرب الذي لم يستعمرها ولا يستغلوا تروتها كل هذه الأمور تزعج عدد من سقور الاتحاد الأوروبي خاصة في فرنسا ونعتقد جازمين أن المغرب اليوم ليس بمغرب الأمس المغرب اليوم هو مغرب يعني يتعامل بخطوط حمراء واضحة جلت الملك في خطابه الأخير قال على أنه يعني الفيصل في العلاقة الدولية للمملكة المغربية سيكون هو الموقف الواضح والصريح من قضية السحر المغربية فرنسا تريد أن يستمر هذا النزاع طويلا وأن تظل تلك الورقة التي تضغط بها في كل مرة على المغرب تغيرت أشياء كثيرة أو جرت مياه كثيرة تحت النهر ربما سقور فرنسا لم يعودوا يعني يواكبون الزمن والأحداث نشاهد اليوم كيف عدد من الدول في أفريقيا يعني تطالب بالانسحاب قوة الفرنسية بتراجع يعني التدخل الفرنسي في تدبير الحكومات وفي تدبير الانتقلابات كل هذا الأمور اليوم يعني تدل على أنه يعني من يخط السياسة الفرنسية الخارجية يعني فقد البوصلة بريطانيا وأمريكا والصين وربما حتى روسيا وتركيا والمغرب كقوة صاعدة ناعمة يتجهون بخطة تابتة لتعزيز مسارتهم فيما فرنسا يعني المتهالكة المتقادمة يعني تفقد يوما عن يوم مكانتها سواء في إفريقيا أو في عدد من من المناطق بالعالم لذلك لقلق على بلادنا موقف البرلمان المغربي كان واضحاً كان قوياً وكان صريحاً وفيه رسائل ربما سيفهمها يعني عدد من من الأحزاب الأوروبية الكبرى أنه لا مجال مطلقاً للتدخل في سيدة المغرب سواء تعلقنا بالقضاء أو بالسياسة الحكومية أو حتى بالسياسة البرلمان المغربي الذي يبقى حراً في اتخاذ كافة المواقف باعتباره ممثلاً للأمة اليوم الحقيقة وصلنا إلى مرحلة يجب أن نضع نقطة فوق الحروف وهو ما اقتقب به المملكة المغربية وخارجية المغربية بقيادة جلالة الملك شكراً قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب وبرتجيوا الفيديو ديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي